بموازات مفاوضاتها النووية الجارية في ذيانا تفرج طهيران عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في سواحلها منذ يناير الماضي احتجزت حينها لانتهاكها المتكرر لقوانين البيئة البحرية كما قالت طهيران لا تربط السلطات هنا بين ملف السفينة واموال طهيران المجمدة لدى سيئول والمقدرة بأكثر من سبعة مليارات دولار لكنها تنتظر ردا كوريا ينسجم مع خطوتها السفينة الكورية الجنوبية قامت بمخالفات وهي انتهكت القوانين البحرية ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أفرجت عنها بعد انتهاء دراسة ملفها ويمكن يعتبر ذلك حسن نية من جمهورية الإسلامية قبل زيارة رئيس الوزراء الكوري إلى إيران فلذلك الآن إيران هي بانتظار خطوة إيجابية من جانب كوريا الجنوبية في موضوع الأصول المجمدة لدى سيئول على رأس أولويات مطالب طهيران في فينة رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهلها والضغوط الأمريكية تحديدا عن دول لديها تعاملات مالية معها خاصة ما يتعلق بتأمين مستقبل صادرات نفطها وعائداته المجمدة في الخارج تحرير الأموال الإيرانية في الخارج قد يسهم في تحريك مياه المفاوضات النووية بشكل إيجابي كما أنه سيعكس حسن نية الجانب الغربي في مساعيه لإحياء الاتفاق النووي تقدر أموال طهيران المجمدة في الخارج بما يزيد عن مئة مليار دولار وكانت كوريا الجنوبية واحدة من مستوردي النفط الإيراني الرئيسيين حتى توقفت بسبب عقوبات واشنطن عام 2018 تدرس طهيران نتائج أولى جولات مفاوضات فيينا وفي الوقت ذاته تتضلع إلى تحرير أموالها المجمدة في الخارج ملف أن تحرك ربما قد يلعب دورا في تقليص خطوات نووية تصعيدية يعيد بها الإيرانيون منذ أشهر ياسر مسعود العربي طهيران